اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلال الاستقبال دينا في البرلمان تطلب مننا باش انه نديروا جمعيات باش يكون عنده واحد الاطار قانوني اللي قدوا نشتغلوا منه وفعلا هاد شي فاشكرنا ولكن للأسف جاءت الجائحة دي الكورونا فما قدناش انه نقسوا جمعيات ديكساء بحكم الحجر الصحي ولكن مباشرة بعد انتهاء الحجر الصحي تم التأسيس دينا للجمعيات هادو وبدات بجمعيات محاربة ومحاربة سرطان بورززاد جمعيات مغربية لمرضى السرطان اللي تأس فيه ثم الجمعيات ديال بسمة لمرضى السرطان بسفرو الجمعيات ديال باب الكبير في خريبقال جمعيات ديال اصدقاء مرضى السرطان في سوسما الصدرعاء جمعيات اناروز اقادير يعني مجموعة ديال الجمعيات الرتيل اللي هي في فاس حاولنا انه هاد المحاربة هادو اللي كان العدد ديالنا في لوكان غير تسعود يعني كمطلقات ديالحمله ولكن الحمد لله انه واللينا محاربة يعني المجموعة يعني تزادوا منها مجموعة ديال مارضى السرطان لان المحاربة يكضم مجموعة ديال مارضى السرطان مغربيات ومتواجدت سواء بالمغرب ولا خارج المغرب يعني الحمد لله غادينا ديالجمعيات هادو تولا ومجموعة ديال ديال الاسماء وديال المدن شملتها هاد البادرة هادي ديال تكون ديال هاد الجمعيات والحمد لله وشكر الله لأنها تكون مجموعة الجمعية التي هي متكتلة فيما بينها يكون التأثير لها يكون أكثر بالنسبة لنا كجمعية لأنها مشغل مجموعة المحاربات مشغل جمعية لإستثار المحاربات هما للجمعية التي كانت في الميدان كانت الجمعية التي أكبر منا وسبقيننا والذي نأخذ منهم تجربة يعني لقدرنا إحصائيات واستبيانات وذلك لقدرنا مجموعة المشاكل التي تهم جميع المرضى للسرطان في المغرب حاولنا أنه تكون الخطوة الأولى أنه نخلو المجموعة المشاكل التي تلقوها على الصعيد المحلي لكي نرى أن نعالجوا ذلك المشاكل التي هي وطنية لأن الهدف هو أنه يتعالج أكبر عدد ممكن لها المرضى بعيداً على فين يتعالجوا يعني لا يهمنا أن المصالح الجمعية لنا أنه غير المرضى ورزتهم التي يتعالجوا لا الهدف هو أن هذا المرضى للسرطان في المغرب كامل أنه يأخذوا حقهم في هذا العلاج هذا اللي كيكفلوا لهم الدستور يعني الفصل 31 من الدستور المغربي لمبادرة الرائدة والتورية دي الجلالة المالك دي التعميم التغطية الصحية يعني بغينا باش أنه هذا شيء يتفعل في أرض الواقع ويستفد منه الجميع يعني جميع مرضى السرطان على الصعيد الوطني لهذا فإحنا أخذينا المبادرة لأنه نعقده لقاءات مع أكبر عدد ممكن من المنابر الإعلامية لأنه كما قلت وكما نكرر كما نقول دائما الإعلام له أكبر دور باش أنه يوصل أي حاجة لأكبر عدد ممكن ديال الناس راب لا الضغط الإعلامي راب جربناها في الحملة ديال ما بغناش نواته ساطا نحتوينا حقنا في العلاج مجاني راب لو لا الإعلام اللي كان وقف معنا ديك السعارة ما غداش نقدره نوصله لأي مستوى هو أنه نشوفه أكبر عدد ممكن ديال المسؤولين هذو مسؤولين المحليين مسؤولين الجهويين مسؤولين للسعيد المركزي والحمد لله والشكر لله أنه في هذا الأسبوع هذا تكلت هذه المجهودات رغم أنه كان عطلة برلمانية إلى أنه كان وحنا وجهنا طلبات اللقاء المجموعة ديال الناس ومجموعة ديال الفرق لبرلمانية ومجموعة ديالأحزاب ويعني وعدونا بأنه يتم الاستقبال ديالنا كانت المرحلة الأولة وكان الحزب الأول اللي استقبلنا والحزب ديالتقدموا الاشتراكي اللي كان وجهولهم الشكر من هذا المجال هذا وكان نقولها وكان نكررها إحنا الجمعيات ديال السرطان أنا كان هضر على الجمعيات اللي كان متلوهم ره لا علاقة لنا بأي حاجة اللي هي سياسية ولا حزبية إحنا فقط كان حاولوا نوصلوا أكبر عدد ممكن اللي كان نوصلوا لأكبر عدد ممكن ديال المسؤولين يعني بالنسبة لهذا الحزب هذا كان شكرهم يعني الاستقبال تم على أعلى مستوى من طرف الأستدانة ديالتجهامي اللي أغزموا أنه عندها ديراية في هذا المجال الصحي أغزموا أنه عندها ديراية شخصية بهذا المجال ديال المرض السرطان وبالمعاناة دياله يعني الحمد لله وشكر الله وقدرنا أنه نحط المطالب ديالنا حضرنا إحنا كم جمعة ديال أربعة ديال الجمعيات يعني اللي ديال صفر و ديال خريبكة و ديال تطوان و ديال ورززات ولكن إحنا حضرنا نيابة على هد باقي الجمعيات هدو غير بحكم أنه ممكنش مشيو كاملين حضرنا ديال اللقاء حضرنا بإسم ديالجاميع تقريبا لجمعيات الوطنية ديال المغرب والأهداف كتبقى الأهداف اللي هي أخذين على أعلى مستوى تنطلبوا بشأنه يكون يعني التدخل على أعلى مستوى كما قلت بعيدا على دوك الحزازات المحلية والإقليمية وهذا يعني المطلب الأول ديالنا هو إعادة ديال مراجعة المعايير ديال المؤشير كما قلت المشروع الملكي رائد ديال تعميم التغطية الصحية ولكن للأسف تنزيل دياله على أرض الواقع اللي هو حرمنا أنه نستفدو من ديك دك الاستفادة اللي غاستفدو من هاي لتتعمم فعلا يعني وتمن تنزيل دياله بالصفة اللي خاصة اللي أمر بها سيدنا باش أنه يتنزل بها يعني كالقوا مثلا أنه مريض سرطان كيمشي كيقول راتلع المؤشير لا لسبب إلا لأنه مثلا كتلقى واحد المحسين خلص له مثلا واحد لابورمان ديالتليفون ولا شح يعني أو لك واحد المحسين رامش مثلا شراله تلفازة ولا كراله الدار يعني هنا راه لا يعقل خصوصا أنه هذا المريض السرطان راه كيمما يقل راه ولو يكون ميسور راه ما يقدرش يوفر هاد الاتمنة الباهضة ديالأدوية ركينا نقص ديال ميديكامور ركينا في العالم كله تلاليك فرنسيز راه يعني راه دقات نقص الخطار بنسبة الفرنسا يعني كتلقى ثوم راه خمسة ديالأطباء ثلاثة منهم كيلقى نقص ديال هاد العلاجة ديال ديال السرطان ولكن يعني الضغط يكون أكثر نحنا في المغرب حكم أن نحنا ستوردوا هاد الأدوية هذي يعني هل كتلقى مريض السرطان راه غايت تعالج راه تدارو حاملات ديال التوعية والتحسيس ودارو الدبيستاش ولقى سرطان ولكن باش غايت تعالج كتلقى داك الدواء مثلا ما كيلقاش ويللقاه إيللقاه إيللقاه كتلقاه غالي يعني هذا ما ما غديش وصنا الهدف اللي دار المغرب باش أنه يتم العلاج ديال أكبر عدد ممكن ديال المرضى السرطان بحل نقول مصير موت في صمت يعني ما عندك العلاج وهذا يعني ماشي حل اللي هو يعني المناصف اللي عنده فالتوزيع ديال مراكز العلاج راه لا يعقل أنه فقط مجموعة من المودلة المركزية اللي تم فيها التركيز ديال هاد مراكز العلاج هاد وكتلقى مناطق اللي هي رغم الساكنة كتيرة يعني رغم أن المرض انتاشر وكتلقى ما عندك مركز العلاج هنغان نعطي مثال ديال ورززات لأن عندي الخيبرة في هاد المنطقة هدي بحكم أنني أنا مريضة السرطان وبتاني حاجة لأنني رئيسة ديالجمعية مشاهل لأنها تشير الدولة وما قد ديالي إحنا تقصنا لتخفيف معاناة مرضى السرطان كتجي كتبغي تخفيف المعاناة على المرض هدا كتلقى أنك تزاد له أود بمثلا خاصو إلا بغا يستفيد خاصو يجي أقرب مركز العلاج نحنا فرزات هو مراكش ميتين وواحد كيلومتر هالمعاناة الجلسة بعدها مع التنقل زاد على المعاناة ديال الإطعام ديال المبيت ديال إيواء يعني كيولي ذاك المريض كيقول فين غادي أصلا أنا يعني ما عندوش تال مركوب نحنا كجمعية الحمد لله شكرا لكن نوفر لهم ذاك المصاريف ديال التنقل على الأقل ذهابا لحد أكراهات المادي راكم عارفين ولكن ها هو مثلا غادي ما عندوش ما عندوش فلوس ديال إطعام ما عندوش ديال ما بيت ما عندوش نيبات كيباتوا الناس في الجردة في الصباح كيباتوا في الجردة كيجي مع ربعات الصباح مثلا في البرد كيجي دبا في هاد الوقت هادي في هاد الصهد والأسوأ من هاد شي كامل أنه كيضطر يقلس وأحيانا كيقلس تال خمسة من ربعات الصباح هو في الجردة ولا في الزنقة ولا في المحطة تال خمسة ديال أشياء فكيتفاجب أنه الدواء ما كينش رمشي ما بغوش يعطوه هل هي ما كينش بحال مركز مثلا دي المحمد السادس اللي كيتعجوه تقريبا شي 8% دي المرضى دي نحن دي الورزتات راه كيستقبل 1400 حالة كلنها ما بين العلاجات الجديدة يعني الحالات الجديدة وما بين الحوصات الدورية راه ما يمكن وكيستقبل الناس راه كتجي التامل العيون يعني راه ما يمكن انه يوفر هاد الكيمية كلها لها المرضى هاد ولا المواعيد كتلقى طول دي المواعيد بهذا السبب هذا المركز اللي كيستقبل تبارك الله هاد الحالة كاملين راه ما يمكن باش أنه كتجي له الالف دي الحالة كيعطيك موعد دي المريض الصراطين يقدر يعطيه لك 4 شهور 5 شهور كيف هاش غادي دي لك وش يحيد لك واحد المريض اللي دي جاخ دي المواعيد قبل يعني هاد راك تكون اكرهتلي هي أكبر من هاد المراكز هاد العلاجات الحل اشنا هو هو تنشأ واحد المجموعة دي المراكز دي العلاجات في هاد المدن هادو هاد الأقالم هادو باش تقريب دي الخدمات على الأقل تيلا ما بغوش تدار مثلا لما كانش امكانية الاقتصادية أنه يتنشأوا هاد المراكز دي العلاجات اللي ما لا كل مستشفى مثلا اقليمي مثلا بحال المستشفى دي السيد حسين بن نصر فورزازات يتحل فيه واحد القسم واحد قاعة جوش قاعة يتدار فيه هاد العلاجات دي المرضى السرطان ولا المركز دي الصحة الانجابية اللي كان مثلا في الاقليم اللي فيه مثلا قاعة يتدار فيه غير قاعة ولا جوش باش هاد المرضى هادو على الاقل على الاقل كتنقص لهم بعد ذلك المصاريف دي التنقل المصاريف دي الإطعام كم ما قلنا رأى الناس كتجي من إيمينولاون كتجي من يتعفان من كتجي من يزناق يعني يعني رأى الناس دي الوزطر عارفين نشنو هو من لي باش تقول المريض يجي لك من السوق يجي لك حاشكم بالبهيمة غير تلسوق وخاصه يركب غير باش يوصل ورززات خاصه عبتني مشي تلمر وخاصه وكالي كمشو الكازا كالي كمشو للرباط كالي كمشو الأقادير يعني لا يعقل خصنا نحاول أنه نخدمو على هاد لفول هادو بثلاثة واللي تحقيق منهم عارفين يكره هاد الاقتصادية وحنا ما نبغيناش أنه نديروش حاجة ولكن نحن نبغينا مساعدة على قدر المستطاع يعني هاد المرضى دي السرطان لما لا يتدلم واحد الصفة خاصة صبغة خاصة كما نديرو مثلا دول إحتياجات الخاصة كما نديرو لما هاد مرضى السرطان تعتم واحد الصبغة هي خاصة يعني إن فو مرضى السرطان صافرة أوتوماتيك ممكن يستفيد مثلا نحن لم نطلب بشي حاجة لمشي دي لنا نحن نطلب فقط بشي حاجة اللي هي حقنا الدستوري والكوني الحق في العلاج الحق في الآمن أنه في واحد النهار هاد المريض هاد يتعج وغاد يتشاف وإلا فإحنا مباشرة نقول لذلك مريض السرطان ما عنا من ديرو لك يعني سير موت قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب